هل يمكن أن يشبه الله بأحد من خلقه؟ كلا فالله تعالى متفرد بأسمائه وصفاته فتوحيد الأسماء والصفات هو اعتقاد فراد الرب جل جلاله بالكمال المطلق من جميع الوجوه بنعوت العظمة والجلالة والجمال التي لا يشاركه فيها مشارك بوجه من الوجوه وهو تنزيه الله تعالى عن النقائص والعيوب ومماثلة الخلق فيما هو من خصائصه قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ففي قوله ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل وقوله وهو السميع البصير رد للإلحاد والتعطيل وأسماء الله تعالى كلها حسنة بالغة في الحسن غايته وصفاته كلها صفات كمال وأفعاله كلها حكمة ومصلحة وعدل ورحمة وأسماء الله وصفاته توقيفية فلا نثبت لله تعالى من الأسماء والصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته فنثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه كالعلم والحكمة والسمع والبصر وننفي عنه سبحانه ما نفاه عن نفسه كالموت والنوم والعجز والنسيان والأسماء والصفات معلومة المعنى مجهولة الكيفية فقد سئل الإمام مالك عن استواء الله على العرش فقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة والإلحاد فيها شرك كأن يشتق منها أسماء للأصنام كاللات والعزة أو يسمى الله بغير اسمه كتسمية النصارى لله بالأب وكتثريغها من معناها فمن آمن بأسماء الله وصفاته عمل بمقتضاها كمن آمن بأن الله عليم فأخلص لله في السر والعلن وآمن بأنه حكيم فاستسلم لشرعه وهكذا ومن وحد الله بأسمائه وصفاته دعاه بها قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون شكراً للمشاهدة